اشتركوا في القناة تعال نشوف مع بعض كده العناصر اللي احنا هنتناولها في موضوعنا وهنمسك اول عنصر مع بعض تعال نشوف مع بعض كده تيكولوجيا اعمال البناء دراسة عيوب المباني وطرق المعالجة هناخد العناصر دي اللي احنا هنتكلم عنها اول عنصر دراسة عيوب المباني وطرق المعالجة العنصر التاني طرق المعالجة باستخدام الوسائل المستخدمة العنصر التالت اعمال الصيانة وقصص المحافظة على المباني هنمسك اول عنصر ونتكلم عنه بالصفادة ونشوف هو بيتكلم عن ايه يبقى اول عنصر دراسة عيوب المباني وطرق المعالجة بس تعال مع بعض كده يا شباب قبل ما نتكلم على العيوب اللي موجودة في المبنى ونبدأ نعالجها عشان نعالج صح لازم نعرف اسباب العيوب ايه الاسباب اللي وصلتني للعيوب ديت عشان ابدأ عالج صح يبقى انت من المفروض لما بيتروح لدكتور بتبقى انت قبل ما بيكتب لك العلاج لازم يعرف السبب ايه بيطلب منك تشيك كدهوت مجبوعة تحليل اشاعات يبقى عارف السبب عشان يبدأ يعالج صح هل مثلا الجسم النحيف ده لو انت مثلا بتشيك ان جسمك مثلا نحيف رفيع عايز السبب هل السبب ده موجود في طبيعة الجسم ذات نفسه ولا طبيعة البيئة اللي محوطة بيك تعالوا نشوف مع بعض كده العيوب او الامراض المسببة للعيوب ديت اللي هتوصلني للعيوب دي عشان ابدأ عالج يبقى دراسة العيوب دراسة عيوب المباني وترق المعالجة تنقسم امراض المباني الى نوعين اول نوع امراض عامة وامراض متخصصة يبقى انا عندي عشان احدد العيوب لازم اعرف المرض اللي اصاب المبنى دوت عبارة عن ايه نتيجة ايه اللي وصله للعيوب دوت تمام طيب في عندي نوعين من الامراض امراض عامة وامراض متخصصة الامراض العامة دي هنقسمها لنوعين امراض امراض ذاتية يعني جاية من طبيعة المبنى ذات نفسه من طبيعة الجسم جسم المبنى ذات نفسه او امراض خارجة عنه يبقى امراض الامراض العامة هتنقسم الى نوعين امراض ذاتية وامراض ايه خارجية تعال نشوف مع بعدي كده يبقى تنقسم امراض المباني الى امراض عامة وامراض ايه متخصصة الامراض العامة هتنقسم الى نوعين امراض ذاتية وامراض خارجية خارج عن اردته جياله المرض ده سببه انه هو خارج داخل للمبنى جياله من الخارج تعال نشوف اول نوع الامراض العامة هنتكلم بقى دلوقتي على الامراض العامة للمباني اللي احنا قلنا عليها بتنقسم الى ايه امراض ذاتية وامراض ايه امراض خارجية طب نشوف الامراض الذاتية عبارة عن ايه شباب ناتجة من جسم المبنى ذات نفسه مثل ايه اول نقطة ضعف الاساسات اول هيكل الانشاء اول حوائط الحملة يعني ايه النقطة ديه اول حاجة ممكن تكون حضرتك او المهندس عمل الاساسات مش مناسبة للمبنى عمل اساسات منفصلة عمل اساسات مثلا سطحية او عمل اساسات من المفروض ان انا اعمل اساسات عميقة للمبنى ده بس بدل انا اعمل اساسات عميقة للمبنى عملت اساسات سطحية تمام او عملت المبنى بتاعي هيكل الخرصان بتاعه ضعيف عملت العمدان والقمرات والاسقف السمك بتاعها والاحمال بتاعتها مش مناسبة لطبيعة المنشأ اللي انا عملته او عملت المنشأ بنيت المنشأ بالطريقة التالتة او بالطريقة التانية اللي هي بطريقة الحوائط الحاملة ان انا عملت المنشأ بطريقة ان انا بنيت الحوائط وروح ترميت عليها السفق الحوائط دي يتسمكها مش مناسب للاحمال اللي هتقع عليه يبقى اول حاجة ناتجة من ايه الاساسات ضعيفة او الهيكل الانشائي اللي هو الهيكل الخرصاني بتاعي ضعيف او الحوائط الحملة بتاعت ضعيفة تعال نشوف النقطة التانية تحمل المبنى لثقل اكبر من حمل الامان التصميمي تحمل المبنى لثقل اكبر من حمل الامان التصميمي يعني ايه النقطة ديت يا شباب من المفروض ان انا عندي لما باجي اصمم من المفروض ان انا عندي عمق الحفر بتاعي وعمق الاساسات ومنسوب الاساسات بتاعتي ابعاد الاساسات بتاعتي لازم ان تكون مناسبة للاحمال اللي هطوع على الاساسات داية بمعنى ايه العمق التصميمي او الحمل التصميمي اللي هو بتاع المبنى المبنى ده انا من المفروض ان انا هعمله لكم دور لتمنت دوار لتمنت أدوار يبقى من المفروض عمك الحفر بتاعي والأساسات يناسب التمنت دوار إلا أنا هبنيهم وبمعامل أمان زيادة يبقى أنا ما أعملش تمنت الأساسات بتاعتي تنفع أو تكفي لتمنت دوار. لا يا بش مهندس لازم أعمل عمك الحفر والأساسات بتاعتي لمعامل أمان معامل تصميمي يناسب مسلا اتناشر دور. انا ما اضمنشي بعد جوت ممكن يكون الظروف. مسلا حبيتي ان انا ازود اه في عدد الادوار. ابني مسلا دور او دورين او تلاتة. يبقى فيه معامل امان تصميمي للايه? للمنشأ. المعامل التصميمي ده اللي حضرتك اللي موجود على اللوح. تمام? لازم يناسب اللي موجود على الايه? التنفيذ اللي هو المعامل للانشاء بتاعي. تعال نسوف النقطة التالتة. عدم اتزان المبنى هندسيا. تلاتة عدم اتزان المبنى هندسيا. يعني يا عدم اتزان المبنى هندسيا يا شباب. لازم المبنى بتاعي لازم يكون في حالة اتزان. في حالة اتزان ايه? في حالة اتزان لما حضرتك بتيجي بتدرس مدهة حساب الانشاءات اللي هي الاستراكشر تمام؟ لازم تاخد درس فيه اسمه الاتزان قوانين الاتزان عندي عندي لازم عشان يبقى الجسم متزن هيتعرض ليه؟ هيتعرض لقوة أفقية جياله من جهة اليمين ومن جهة الشمال او قوة رأسية القوة الرأسية ديه جاية من فوق جاية من تحت او ممكن يكون عزوم اللي هو الدوران بتاع الايه؟ بتاع المبنى او الحملة بتاعي طب يا باش مهند لازم من التلات قوة دولت من قوانين الاتزان ان لازم من التلات معادلات دول يكونوا بيسووا ايه؟ بيسووا صفر يعني ايه برضو الكلام ده مجموعة القوة الافقية اللي جاية من جهة اليمين والشمال لازم المعادلة بتاعتها لازم الناتج بتاعي يكون صفر مجموعة القوة الرأسية سواء جاية من فوق او جاية من تحت الاتنين مع بعض لازم الناتج بتاع المعادلة لازم ناتج الحملة بتاعي يكون مدين ايه صفر العزم بتاعي سواء مع عارب الساعة ضد عارب الساعة الناتج بتاعي لازم يديلي سفر يبقى مجموعة القوة الافقية سفر مجموعة القوة الرأسية يديني سفر مجموعة قوة العزم بتاعي حوالي النقطة او حول جسم لازم يديني لازم يديني سفر يبقى الثلاثة دول يا باش مهندسين لازم يديني سفر طب لو في حاجة من الثلاثة ادتني نص طن او ربع طن يبقى الجسم ده مش متزل او المبنى ده مش منتزل. يبقى انا لازم احقق بند او نقطة ان الجسم ده او المبنى ده في حالة اتزان هندسيا. حسابيا. تعال نشوف النقطة اللي بعدها. رقم تلاتة. انها عدم اتزان المبنى هندسيا. رقم اربعة. هبوط الطربة تحت اساس المبنى. هبوط من ايه الهبوط ده? ان انا اشتغلت كدهوط يا باشماندس. جيت على الارض. مسكت اللوح بتاعتي. المساقط بتاعتي الافقية والرأسية والواجهات. وروحتي. جيت بعد كدهوط. اشتغلت على طول من غير ما اعمل جسات للتربة. من غير ما اعمل جسات للتربة. اعمل جسات. يعني ايه جسات? الجسات ده هي زي بالزبط كدهوط ان انت بتعمل اشعاعات عشان اعرف مكان اللي ايه? المكان المكان التعب فين? مكان المكان اللي الدكتورة هيعمل لك العمل ايه? ويفتح الجرح بتاعك فين? ما يقودش بقى يفتح الجسم كله. لا يا باشماندس. ايه الجسات? عشان اعرف تتابع طبقات التربة. اول تربة هتقابلني ايه? لما الراجل يجي يحفر لازما يعرف التربة دي ايه? تربة رملية? تربة طينية? تربة صخرية? تربة حجرية? لازما يوريني تتابع ويوريني تنسوب المياه الجوفية. يبقى هبوط التربة نتجة عن ايه? ان انا اشتغلت وعملت الاساسات بتاعة حفارت وعملت الاساسات بتاعتي ديت يا شباب من غير امعمل جسات. الارض بقى ممكن المبنى من قوة التحميل بتاعت بدأ الطهبط او مش ممكن بالمبنى بمساحة المبنى كله او بجزء من المبنى كله. بجزء من المبنى. مش المبنى كله. يبقى فيه حصل تباين في ايه? طبيعي طبقات التربة. تعال نشوف النقطة اللي بعد كده. تعال اهو. جايب لك سلايدس هو نتج هبوط الاساس هو من المفروض اللي هو الشرط ده. اللي هو كان من المفروض ان الحطة رقصية. ومبنية رقصية. حصل هبوط في الارض. الحطة بدأ اتميل جهة اليمين ايه? زي ما انا شايفها. سواء هنا في او في الصورة اللي جنبيها. حصل ميل للحائط او اللي هيصير على الحائط هيصير على العمود نتيجة ان ايه? ان حصل هبوط للتربة. طيب. لو انا عندي حائط نتيجة الحائط ده باشماندس ان حصل هبوط هنا في الحال ايه? في الاساسات بتاعتي. الحطة حصل لها ايه? عملية تمزق. بدأت تتمزق. بدأت ايه? بدأت تتمزق من بعضيها. تمام? بدأت تططع. حصل شروق. حصل دية. فتحت معي باشماندسين. الحطة ده هو لازم ان تشل وتتعالج. او لو هي ممكن تبدأ تتعالج بسرعة ان انا اعمل لها ترميمات زي ما هنشوف الايه? العلاج بعد جده هو. تعال انا نشوف النقطة اللي بعد كده. حدوث هبوط غير متكافئ في اجزاء المبنى. رقم خمسة. حدوث غبوط غير متكافئ في اجزاء المبنى. في جزء من اجزاء المبنى. مش في المبنى كله. نتيجة ايه? نتيجة ان انا اشتغلت زي ما قلنا يا باشماندسين ايه? ان احنا اشتغلنا من غير ما نعمل دراسة لطبيعة التربة. هل التربة دي التربة الصخرية? التربة الصلبة? اللي هي الصالحة للتأسيس. حضرتك لازم عشان تأسس وتعمل الاساس بتاعك? لازم ان توصل لعمق الاساس بتاعك اللي هو عمق الطبقة الصلبة. اللي هي الطبقة الصخرية بتاعتي. الطبقة الصخرية ديت. توصل ممكن احفر لها بعد اتنين متر او تلاتة متر. وممكن لغاية تمانية متر وخمسة متر. فهي هتحدد نوع الاساس. نوع الاساس بتاعي. على ايه? على العمك العمك الجسة اللي انت وصلت له. لو تلاتة متر اقصى حاجة ستة متر. يبقى ديت انت هتستخدم اساس سطحي. الاساس سطحي زي ما انت عارف ممكن تعمل اوائد منفصلة مربعة او قاعدة مستطيلة لعمود واحد او قاعدتين او قاعدة واحدة متصلة لعمودين اتنين. تمام? او ممكن تعمل اساسات مستمرة اللي هي الاساسات الشريطية ديت لاقصر من عمود. وممكن تعمل انت تشير حفر كله في التربة تمام? وتصببها كلها طبقة خرصان عادية وبعد جواد تحط حديد التسليح وتصب الخرصان. يبقى دي اسمها ايه? اساس اللبشة او حصيرة. زي ما بنشوفها في في الابراج دلوقتي. بيستسل طالما هاحفر اكتر من ستين في المية من المساحة يبقى انا رايح دماغي بدل ما اجيب عمال او احفر ايه? ايه? خرصانة بسمها لبشة. يبقى ده اسمه اساس سطحي. طب لو احنا وصلنا عدينا الستة متر. يبقى دي اسمها اساسات عميقة. الاساسات العميقة ديت هنستقدم فيها نوع تاني من الاساسات اسمه الخوزيق. الخوزيق ديت زي العمدان الخرصانة زي العمود الخرصانة بالزبط كده. بس بدل ما انت شايف العمود واقف فوق وشايفه لأ انا بدفنه تحت في الارض. بنزل مواسير مواسير من الحديد. وبقى ايه? المواسير ديت بتضغط لي جوانب التربة بتاعتي. انا ما بحطهش كده يا بشمانس. لا بتنزل وبتضغط اجنب التربة من جهة اليمين ومن جهة الشمال ومن وراء وقدام. نفس النظام هروح جاي بعد جهات هروح حاطة مصورة قدام بتضغط لي برضو المسافة اللي قدام ويمين وشمال وايه? والوراء واللي قدام. يبقى انا بضغط ايه? التربة بتاعتي. وبنزل لعمك الطبقة ايه? الصلبة بتاعتي. لو عمكي مسلا خمساشر متر. بستخدم نوع من الانواع ديت او اسمها القيصونات او الخوازين. تعالى نشوف النقطة رقم ستة مع بعض. حدوث تمدد غير مدروس. رقم ستة حدوث تمدد غير مدروس. يعني ايه? المبنى بتاعي. هيحصل له عملية تمدد? اه يحصل له تمدد. زي ما حضرتك كده مسلا عجبك اميص وروح تشتريته. تمام? وحضرتك بعد فترة. لقيت نفسك ان انت مسلا حصل لك زيادة في الوزن. ايه اللي هيحصل للاميص دوت? هيحصل الخياطة على قد الجسم. هتبدأ تنمل. هتبدأ توسعت. سنة سنة. لغاية ما تلاقي مسلا ايه? كم الاميص ده? او القماشة بتاعت الاميص ديت. حصل لها شرخ سمك او تنميل سم الشرخ البعد جوات. هتلاقي الاميص ده نفسي الكلام برضو. حضرتك اشتغلت بدون دراسة. يبقى هيحصل ايه? حصل عملية ايه? التمدد للمبنى. التمدد دوت ايه اللي هيحصل نتيجة التمدد ده? عند التمدد ده يا باش مهندسين? هيحصل تنميل للمبنى او اول مرحلة تظهر عليه? تنميل. بعد التنميل ده زي ما بنشوفه مسلا في الحطق دوت تنميل زي الشعرية بالزبط. بعد جوات التنميل دوت يبدأ يوسع? يبدأ يكبر? يبان? تمام? بدأ طالما ظهر يبقى حصل ايه? وصلنا لمرحلة الشرخ. بعد جوات هيحصل انهيار وضمر للمبنى. تعال نشوف كده مع بعض حدوث تمدد غير مدروس ينتج عن ذلك حدوث تنميلات. وشروح وتشققات وقصور مختلفة الدراجات تؤدي الى التلف الجزئي او الدمار الشامل. تعال نشوف مع بعض كده النوع الثاني من الامراض. يبقى احنا اتكلمنا احنا كل ده يا شباب بنسترجع مع بعض. النوع عند الامراض ايه? عشان نعرف العيوب ونوصل للعبزة نفسه ونبدأ نعالج صح? لازم انت عرف ايه اللي وصلني لكده? ايه المرض اللي وصلك لكدوات ايه? في عندي امراض. زي ما قلت لك يا باشمونتس امراض ايه? امراض عامة وامراض متخصصة. الامراض العامة بتنقسم لنوعين. امراض ذاتية جاية من طبيعة المبنى او امراض خارجية. جاية لهم من برة. الامراض الخارجية اللي هو النوع الثاني ده ناتج من ايه يا شباب? ناتج ممكن يكون نتيجة ايه? نتيجة ان احنا دخلنا مثلا لقدر الله زي ما بنشوف الدول كدوات اللي حوالينا دخلت مثلا في حروب. هتلاقي البيت اتدمرت. او مثلا جاي في منطقة جنبنا وسماعت. او لقدر الله حصل زلازل او بركين او حصل حريق. او حصل صاعك مثلا صاعك او ماس. تعال نشوف الامراض دي. يبقى حاجة جاية من برة المبنى. مش من طبيعة المبنى ذات نفسه. تعال نشوف النوع الثاني مع بعض. تحدث نتيجة الضمار او تلف شامل للمبنى من جراء اعمال الحروب. وحالات الحريق والزلازل والبراكين والفيضانات والسيول والاعصير والايه? والصواعي. يبقى النوع الثاني ده خارج من ايه? خارج عن ارادة المبنى. جايله من برة. انت عامل حساباتك وعمل تصميماتك. واسست على التربة تمام تمام. عليك كل الاخطاء اللي هي موجودة. اللي هي الاخطاء او الامراض الزاتية. بس هنعمل ايه? جت لك ايه? جت لك الامراض من برة. نتيجة ايه? نتيجة لقدر الله حصل حريق. حصل ماس كهرامي. او حصل مثلا زلازل. الزلازل دي بتخلي المبنى يحصل ايه? يحصل ايه? اهتزازات. نتيجة الاهتزازات ديت هتحصل شروق. ممكن لقدر الله تلاقي ايه? البيت ده او المبنى ده وات حصله ايه? حصل له ضمار. تعالوا ننتقل النقطة تانية. الامراض الفنية التخصصية. الامراض. النوع التاني بقى من ايه? من الامراض. احنا كده غطينا الامراض العامة. بنوعينها? ليه? امراض ذاتية? امراض ايه? امراض خارجية. تعال نشوف النوع الاخر من الامراض اللي هي? الامراض الفنية التخصصية. تمام? جاية من ايه? او سببها ايه? هي الامراض التي تصيب احد عناصر المبنى. في نوع او اكثر من الاعمال المتخصصة. مثل رشح المياه. مثلا والتي قد تصيب مواسير المياه او الصرف او كلايهما. وقد تمتد له تصيب اعمال البياض الداخلي او الخارجي او الارضيات او القهرباء وغيرها. يعني ايه? الكلام ده? كلام سهل وبسيط. نوضحه برضو. تمام? يبقى الامراض الفنية التخصصية دي نتيجة ايه? نتيجة حاجة جاية في المبنى ذات نفسه. احنا عارفين ان المبنى بتاعنا يا شباب بيكون من ايه? من مجموعة من العناصر. يعني ايه العناصر. عند الاعمدة ده عنصر. الحواد عنصر. تمام? بلط السقف عنصر. نجمع العناصر دي كلها مع بعض. الارضية ديت عبارة عن عنصر. نجمع العناصر دي مع بعض. يتكون للايه? المنشأ اللي انا هقعد فيه. تمام? طيب. لو حصل خلل في في المنشأ دوت نتيجة اعمال فنية. نتيجة عمل ما تمش ما تمش باتقان. ما تمش بحرفية. طب هتعمل يا باشمانت. ان العمل ده. مسلا زي ما احنا خدنا مثال كده هو رشح المياه. حضرتك جبت سباك واشتغل وقفل الشغل. تمام تمام. استلامت وراح مش. بس انت حضرتك ما استلامتش الشغل صح. وعملت طبقة السراميك للارضية. وعملت السراميك للحطان. وغطيته. والتمام التمام. والحمام الشطب بيطفل. بعد جدوات يا باشمانتز. حصل ان في مواسير كانت مدفونة. حصل لها ايه? حصل لها رشح. الرشح دوت هيقصر ايه? هيقصر ان المواسير ديت هتصدي مع الصدى دوت. هتبدأ تتاكل. هيبدأ المياه ديت تأثر ايه? ممكن ديه مواسير مياه نظيفة او مواسير ممكن ديه او ممكن يكون اللي اتنين. طب لو احنا اهملنا الكلام دوت يا باشمانتز وقبرت ايه? ويعني باسلوبنا كدوات الدرج ان انت قبرت دماغك واهملت الايه? العب دوت وما عالك توش. ايه اللي هيحصل? كتر الاهمال طبعا هيوصلك ان انت ايه? ممكن الحطة ديت تتأثر. يبقى ودخلك في ايه? المياه ديت رشحت على ايه? على الحطة. البيض هيبوس طبقة البيض هيبوس. يبقى دخلك دوت. بدل ما انت كنت ايه? هتعالج الصرف بس. لايه المواسير? لا ده تخليك ان انت تعالج الصرف. وهتعالج طبقة البيض. وممكن لو انت اهملت. هت ممكن توصل ليه? ان انت تعالج الارضية بتاعتك. ممكن الارضية تشيلها وتعالجها تاني. اول حطة بتاعتك الجر اللي تحت. كل الكلام ده هتعالج. ممكن توصل اللي قدر الله? ليه? اعمال الكهربا ممكن تأثر على مواصير الكهربا وفيش الكهربا. كل الكلام دوت نتيجة ايه? الامراض الفنية او الاهمال في ايه? في الاعمال الفنية اللي تم تنفزها. ما تمش ايه? ما تمش تنفزها بايه تقوم? تعال نكمل مع بعض. وصلنا وصلنا كده للنقطة اللي احنا هنتكلم عنها. ايه الاسباب اللي بتؤدي الى عيوب المباني? يبقى زي ما اتكلمنا على الامراض تمام? وفصل ايه? وفصلناها وخدناها باستفادة تمام? وصلنا بعد جدوات ان احنا هناخد ونعرف اسباب العيوب اللي بت ايه? بتأثر على المباني. تمام? ممكن يجي له سؤال اذكر باختصار اسباب عيوب المباني. اذكر باختصار اسباب عيوب المباني. هتقول واحد اخطاء في التنفيذ. خطأ ناتج من التنفيذ. النوع التاني او السبب التاني عيوب في مواد البناء. العيوب ممكن يكون ناتج من مواد البناء اللي حضرتك استخدمتها. السبب التالت هو هبوط في التربة. هبوط في الايه? في التربة. زي ما شرحناها في الايه? في الاسباب الامراض. السبب الرابع اجراء تعديلات غير مدروسة. اجراء تعديلات غير ايه? غير مدروسة. يبقى لما يجي لي سؤال ويقول لي اسكر اسباب او اسكر باختصار اسباب العيوب بالمباني. هنقول له ايه? هم اربعة. مش شرط بقى ان احنا نقولي الاولى ما كان اللي حضرتك فهمه. مش حافظه بقى. احنا عاوزين نفهم. يبقى خطأ ناتج من التنفيذ. يبقى دوت ايه? ده سبب. خطأ في مواد البناء اللي حضرتك استخدمتها. ده ده سبب من الاسباب. هبوط في التربة ده سبب من الاسباب. النوع الرابع او السبب الرابع اجراء تعديلات غير ايه? غير مدروسة. تعال نشوف مع بعض اول سبب ايه اللي وصلنا ان الاخطاء دي الخطأ في التنفيذ? اولا اخطاء في التنفيذ. اول اول نقطة او اول عنصر عدم مطابقة المواد المستخدمة للمواصفات القياسية. عدم مطابقة المواد المستخدمة للمواصفات القياسية. استخدمت مواد غير غير مطابقة للمواصفات المصرية القياسية. يعني ايه? يعني ايه الكلام ده? انا استخدمت اولي بتوب ما تمش حرقها بدرجة بدرجة عالية. استخدمت اولي بتوب ابعادها ومقاساتها غير منتظمة. يعني استخدمت اولي بتوب في اولي بتوب خمسة وعشرين في اتناشر في ستة. وفي اوليب توب ممكن تلاقي مقاساتها ايه? اصغر من الخمسة وعشرين. ممكن تلاقي عشرين. ممكن تلاقي اتنين وعشرين. يبقى انت استخدمت مقاسات اوليب توب غير منتظمة الشكل. او ما تمش حرقه. او الاوليب توب ديت مش هتقدر تتحمل الاحمال والضغوط اللي هتقع عليه قوة تحملها ضعيفة. تعال نشوف النقطة دي. عدم متبقة المواد المستخدمة للمواصفات القياسية. زي ايه? مثلا استخدام اوليب توب غير تامة الحريق. وغير متساوية الابعاد. وقوة تحملها اقل بكثير. مما يعرض المنشأ للخطر او الايه? للنيار. ده احنا اتكلمنا على اوليب توب. ممكن استخدم اسمنت. ممكن يكون غير مطابق للمواصفات. ممكن يكون ممكن يكون مثلا الاسمنت ده. عد عليه الفترة القياسية بتاعته ان انا استخدمه. تمام? وحصل له عملية شك. الزمن زمن الشك بتاعه عد خلاص يا باش مهندس. حصل حصل عمل عملية تسلد. تمام? وشك ابتدائي للاسمنت. ما ينفعش جدوات ان انا استخدم الاسمنت ده يا باش مهندس في الشغل بتاعي. يبقى النقطة التانية او المسهل الثاني ان انا استخدمت اسمنت غير مطابق للمواصفات. نتيجة ايه? نتيجة سوق تخزين في بعض الحالات فان نتعرض الاسمنت لاي رطوبة فان قوة الاسمنت هتقل. وبالتالي تقل لقوة الالتساق المونة باوليب الايه الطوب. رقم اتنين. عدم التزام. عدم الالتزام بتنفيذ الرسومات وكذلك اسماك الحوائد مما يعرض المبنى للانهيار. عدم الالتزام بتنفيذ الرسومات. حضرتك لما بتنزل الموقع بتاعك عايز سوقع الاساسات كل الكلام ده من خلال الرسومات زي ما قلنا. رسومات انشائية وفي عندي رسومات معمارية. كل الكلام ده حضرتك بيبقى معاك مجموعة من الرسومات. ممكن يكون المهندس ما لتزمش بالرسومات داية. قدت للايه. قدت للعيوب. وممكن ايه تاني يا باشمانس. ممكن انا اكون مثلا ايه. حبيت ان انا اتنصح على صاحب الشغل. وروح تقللت سمك الحيطة. بدل ما هو سمك الحيطة مثلا. تمانية وتلاتين خليته خمسة وعشرين. وبدل ما هو خمسة وعشرين سمك الحيطة. يعني سمكها اللي هو القالب اللي هو الخمسة وعشرين. لا يا باشمانس. خلتها نص قالب اللي هو اللي اتناشر. تمام? يبقى انا ملتزمتش بسمك الحيطة. كلمة اسمك ده? اللي هو جمع الكلمة ايه? كلمة سمك. سمك الحيطة هنا خمسة وعشرين ملتزمتش بيه. ملتزمتش بسمك الحيطة اللي هو موجود. وموضح بالرسومات التنفيذية بتاعتي. سمك الحيطة مثلا خمسة في المكان ده خمسة عشرين. يبقى انا لتزم بلايه? بسمك الحيطة خمسة عشرين. سمك الحيطة هنا اتناشر يبقى سمك الحيطة اتناشر. تعال نشوف النقطة اللي بعدها. عدم رش الطوب جيدا بالماء. رقم تلاتة عدم رش الطوب جيدا بالماء النظيف. قبل البناء حتى لا يمتص ماء المونة ويسبب تشققها وعدم تماسكها. حضرتك يا بشماندس من دمن المواصفات. وجدول جدول الكميات. حضرتك بتكتب فيه جدول الكميات. بتكتب ايه? المواصفات. يجب رش قوالب الطوب بلايه? بالماء قبل الاستخدام. ليه يا بشماندس? اولي بالطوب ده ممكن تكون انت قبل ما تستخدمها. ممكن تكون حضرتك ايه? المتعرضة للشمس. اولي بالطوب ايه? يعني اتأثرت بحرارة الشمس. وبقت سخنة. هتيجي يا بشماندس. حضرتك ما رشتهاش قبل الاستخدام. عليها اتربة. يبقى كدهات ممكن تكون اولي بالطوب ديت اتأثرت بالاتربة. ممكن تكون نتيجة تعرضها للحرارة اتأثرت بسخنية الشمس. تمام? هتيجي تعمل ايه يا بشماندس? اول حاجة هتمتص نسبة المية اللي موجودة في المونة. طب نتيجة امتصاص اولي بالطوب. ليه? المية اللي موجودة في المونة ديت. اللي حصل هيضعف المونة. ضعف المونة لما تضعف. اللي هيوصلني? هيوصلني ان المونة ضعيفة. هيحصل ايه? هيحصل تشقق في الحوائط. والحطة بتاعتك هتبقى ضعيفة. مش مزات متانة عالية. يبقى كده وقت يا بشماندس انت من ضمن العيوب اللي وصلتك من عدم من التنفيذ. تنفيذ الاعمال. تمام? النقطة رقم تلاتة. لهو عدم رش الطوب جيدا قبل الايه? الاستخدام. يبقى النقطة رقم تلاتة عدم رش الطوب جيدا بالماء النظيف قبل البناء حتى لا يمضص ماء المونة. ويسبب تشققها وعدم ايه? تماسكها. طيب الكلام ده بس قبل الاستخدام. لا يا بشماندس ده من المفروض ان حضرتك بترش اولي بالطوب جيد بعد ما بتبنيها. تمام? لمدة سبعة تيام. مرة يومين اقل حاجة مرة يوميا. بترش اولي بالطوب. بترش الحوقات اللي انت اللي انت بناتها ديت لمدة سبعة تيام. عشان المونة. لو هي افتقدت نسبة من المية حضرتك بتعالجها وبتعوضها نسبة المية اللي هي? اللي هي امتصها قلي بالطوب ديت يا بشماندس. يبقى تعال نسوف النقطة اللي بعدها. تم البناء دون مراعاة رش المباني مرتين يوميا. تم البناء دون مراعاة رش المباني مرتين يوميا. على الاقل لمدة سبعة ايام. يبقى حضرتك ما رشتش المباني دية زي ما قلت لك اقل حاجة مرة. بس هي من المفروض زي ما بترش زي ما انت بتشوف كده للراجل بتاع الخرصانة بعد ما بيسب الخرصانة بتبدأ حضرتك ايه? ترش الخرصانة اللي هو السقف بتاعك اللي انت رأي صبته مسلا من تاني يوم. مرة الصبحة قبل الشمس قبل اما الشمس تيجي عليه ومرة اخر النهار بعد اما الشمس ايه بعد اما الشمس تغرب تمام? والسقف والسطح بتاعك ده او السقف اللي انت صبته ده يبدأ السخنية بتاعته يا باش مهندس تهدأ تمام? حضرتك بتبدأ ترش السطح ده زي زي برضو الايه? الحوائد مرة الصبح ومرة ايه? اخر النهار تمام? لازم ترش الحوائد ديت عشان اللي تاخد الصلابة والمتانة اللي موجودة ايه? النتجة من الاسمنتو وطبقة المونة مع مع الاولي بالطوب. رقم خمسة عدم تنفيذ وتثبيت السلم المحمل ككابولي على الحوائد. ويعتمد متانة السلم على اساس التثبيت الجيد في الحوائد والاهمال في التنفيذ تكون نتيجاته هبوط طرف درج السلم. يعني ايه الكلام ده? بص يا شباب مع بعض جدوت عشان نركز ونبقى عارفين الاستاذ بيقول سلم كابولي? ايه السلم الكابولي دوت? احنا عندنا طريقتين من تنفيذ السلالم او عمل السلالم. في عندنا السلم اللي هو بنسميه سلم حصيرة ان انت بتعمل بلطة سقف بس بدل ما هي بلطة سقف افقية كده? لا بتعمل بلطة سقف ميلة. بنسميها قلبة. القلبة اللي هي بلطة السقف ديت اللي هي الميلة دي اللي هي بنسميها في السلم قلبة بيتحط عليها الدرج. يبقى ده اسمه سلم حصيرة. يبقى انت عملت بلطة السقف ايه? او القلبة بتاعتي ميلة. تمام? وروح ترسيت عليها الدرج بتاعها او او سبتت عليها الدرج او خلقت الدرج دوت بايه? باي طريقة ممكن اولي بتروسها بالارتفاع وتحط بعجوات تملة الفاصل ديت برمل وتروح كسيها بالايه? بطبقة الرخام. دي مسلا طريقة. ده اسمه سلم حصيرة. او بتروح جايب الدرج مسلا اللي هو المزاكو بتروح بايه? بتروح مسبته على البلطة ديت او القلبة ديت يا باشمانز. تيجي لك مسلا درجة اتنين تلاتة خمسة سبعة تمانية على حسب لما اضغطي القلبة بتاعتي. طيب ده بالنسبة لنوع من انواع السلالم اللي هو بنسميه سلم ايه? سلم حصير. فيه عند النوع التاني اللي هو بنسميه سلم كابولي اللي هو طريقة التثبيت بتاعته تختلف عن السلم الحصيرة نهائي. السلم الكابولي عبارة عن الدرجة بتاعتي. وهنتكلم بعد قواتي ان شاء الله على السلالم ديت بالصفادة. لما نيجي للدرس ان شاء الله بتاع السلالم. طريقة التثبيت بتاع السلم ديت باجي في الدرجة دي بجيب الدرجة وبروح معلم مقاسها في قلب الحيطة. وبروح مقصر في قلب الحيطة ديت نص السمك. يعني الحيطة مثلا خمسة وعشرين بقصر نصها اللي هو مثلا وليكن اتناشر. تمام? واروح جايي بالدرجة واروح مسبتها. طبعا حضرتك بتبدأ من اول درجة في السلم اللي بنسميها بادي السلم. طيب حضرتك بتروح حاطط اول درجة. وبتروح مركبها في قلب الحيطة. مسبتها في قلب الحيطة. وبتروح وزنها بمزان المية. افقي ورأسي. وبعد جواب بتروح محبش عليها بشوية جبس. لغاية ما تزبط اول درجة. بعد جواب بتروح جايب السل الدرجة التانية. وبتروح حاطتها على الدرجة الاولى. وتوزن رأسي وافقي. وتروح محبش عليها بش ايه? بشوية الجبس. لغاية ما تخلص القلبة. وبعد جهوات تروح جاي بمونة الاسمنت والرمل والاسمنت بيكون زيادة. وبتروح منظف مكان الجبس ده خالص. وبتروح ايه? وبتروح مغطي. وبتروح حوالين الدرجة دي. بمونة الاسمنت والايه? بمونة الاسمنت والرمل. يبقى ده اسمه سلم كابولي. سلم كابولي ليه? لان نقطة التزبيت بتاعة الدرغة من جهة واحدة. فاهم حاجة ان انا اهتم بنقطة التسبيت تمام اللي هي من طرف الحيطة يبقى ده اسمه سلم ايه سلم كبولي او بيتعمل في الخرصانة تمام الدرق بيتركب وبيتجمع وبيتخلق مع اللي هي البلاطة الميلة اللي هي القلبة بتاعت دي الدرقة بتتخلق وبتعمل لها حديد تسليح ده اسمه سلم ايه سلم كبولي يبقى لازم اهتم بتسبيت السلم المحمل كبولي لان السلم اضعف اماكن في البيت لقدر الله حصل زلزال يقولك ايه ما تقفش على السلم لحظة الزلزال ما تقفش على السلم لان اضعف مكان في البيت هو السلم عشان كده باشماندس لازم نهتم وما يبقاش ضعيف برضو للدرقة اللي هي ونستهان به تمام او نهمله ان انا اهتم بطريقة التسبيت للدرقة اللي هي السلم تعالى نشوف مع بعض عيوب في مواد البناء يبقى احنا كده خدنا اول نوع من العيوب اللي هو عيوب في التنفيذ طب ثانيا عيوب في مواد البناء ايه تكلمنا عليها باشماندس عيوب في مواد البناء ان ايه ممكن اكون استخدمت اسمنت غير صالح غير مطابق للمواصفات ممكن يكون شك زمن الشكي بتاعها عد خلاص تمام او استخدمت استخدمت الاسمنت الجديد وركنت الاسمنت الاسمنت الاديم الاسمنت الاديم دوت اتعرض لرطوبة تاريخ الصلاحية زي اي منتج دوت حضرتك بيبقى ليه تاريخ صلاحية وتاريخ الانتاج وتاريخ الصلاحية بتاعه اللي هو تاريخ الانتهاء بتاعه بتشوف تاريخ الانتهاء دوت بعدها باشماندس الاسمنت طبقات الأسمان أو نسبة الأسمان مقاومته تبدأ تضعف نفس الكلام كده ممكن تكون استخدمت ركام ركام يعني إيه باشمانديس ركام يعني اللي هو بنسميه حاجة من الـ 2 الركام الكبير والركام الصغير الركام الكبير اللي احنا بنسميه الظلط ده ما فيش منه مشاك الأسماء بالنسبة للمباني هنستخدم الركام الصغير اللي هو الرمل الرمل دوت ممكن يكون فيه استخدمة رمل فيها طفلة ممكن يكون فيها طم ممكن يكون فيها املاح ممكن يكون فيها اي شوائب هتأثر على المبنى هتأثر على المونة يبقى كدوة بتدعف طبقة المونة يبقى انا استخدمت مواد بناء غير مطابقة للمواصفات تعال نشوف مع بعدي كده ثانيا ان استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات يؤثر تأثيرا هداما ويمثل احد اهم الاسباب الرئيسية وراء ظهور عيوب المونشأ يبقى استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات هتأثر على الايه هتأثر على المونشأ تعال نشوف المثال ده ان الاسمنت غير المطابقة للمواصفات من حيث النعومة وزمني الشكل الابتدائي والنهائي والمقاومة وحدود التركيب الكيميائي وغيرها مما نصت عليه المواصفات سيكون له اثر مدمر على مقاومة ومتانة المنشأ يبقى استخدمت ايه نوع من انواع الاسمنت زي ما حضرتك عارف كلما زادت درجة نعومة الاسمنت زادت درجة ايه زادت زمن الشكي بتاعي هيكون ايه قال لزمن الشكي بتاعي تمام وارتفعت ارتفعت المقاومة بتاعك الاسمنت النوع الاسمنت ده تكون مقاومته عالية كمان تعال نشوف المثال التاني او المثال التاني كما ان استخدام ركام يحتوي على مواد اللي هيسأل مثلا ويقول لي ايه الركام ده يا باشمانت زي ما قلنا الركام اللي هو الركام الصغير اللي هو الرمل يحتوي على مواد طينية او عدوية او املاح او زوم قس اعتباري اكبر غير مناسب او تدرج غير سليم او به اي شوائب او مواد غريبة سيكون له ايضا تأثير هدام على المنشأ ده بالنسبة ايه يا شباب ان انا استخدمت مواد بناء غير مطابقة للمواصفات سالسا العيب السالس اللي بيقدي لعيوب المباني هبوط في التربة هبوط في الايه الهبوط في التربة ده يا باشمانت اتكلمنا في بداية حلقتنا وقلنا الهبوط في التربة ده ان انا نتيجته ايه او سببه ايه سببه ان انا اشتغلت على الارض بتاعتي بدون ما اعمل لها جس وفحص للتربة معرفتش تتابع طبقات التربة معرفتش منسوب المياه الجوفية موجودة على بعدة ادي ايه تمام خلي بالك ان انت من المفروض ان المهندس وهو شغال بيبقى عارف انت بعد يومين وانت بتحفر هيقابلك مياه الجوفية تمام المياه الجوفية لازم ان ابقى عامل احتياطاتي وعامل ان انا عامل حسابي ان انا هجيب اجهزة تصفت المياه الجوفية دي اسناء الحفر واسناء صب الخرصانة الليه العادية والخرصانة المسلحة تمام طيب عرفتي منسوب او عمكة طبق الصلبة اللي التأسيس على عمكة دي ما عرفتش ده كل العوامل دي نتيجة ايه ان انا اهملت عملية الجس وفحص ايه التربة قدل ايه هبوط في التربة تعال نشوف مع بعض كده كثير من المباني التي ظهرت بها عيوب مختلفة لم يتم عمل جسات لتربتها قبل البناء وبالتالي فان تصميم الاساسات قد بني على افتراضات اثبتت الايام انها كانت خاطئة مما ادى الى حدوث الهبوط الكبير في المباني او الهبوط غير المتساوي او الميول او الالتواء يبقى نتيجة ان انا اهملت يا بش مهندس نتيجة ان انا اهملت عمل الجسات دي اشتغلت باقتراحات وافتراضات من عندي تمام او اعتمدت على مثلا على جاري اللي جنبي المهندس جيه بدل ما يعمل الجسات لا الجيه على المبنى اللي جنبه قال له مثلا ايه هو المبنى دوة اللي جنبي ده مبني طبيعته ايه طب ما ممكن يكون فيه تفاوت في طبقات التربة يا بش مهندس اعتمد على جسات مثلا المباني المجورة يشتغل على اقتراحات الاقتراحات دي وضحت في المستقبل ان يا بش مهندس الاقتراحات اللي انت اقترحتها دي كانت خاطئة ما عملتش تصميمك على اساس سليم ادى لايه ادى ليه الاتواء المبنى المبنى لف معايا تمام او الحوايط بتاعته او العمدان يا بش مهندس حصل ميول لاجزاء المبنى او للمبنى تمام او حصل هبوط متساوي للمبنى كله تمام للمبنى كله بمساحته كلها او حصل هبوط ايه متفاوت للمبنى جزء وجزء كل ده نتيجة ان ايه حضر ايه المهندس عمل ايه اهمل عمل جسات وفحص التربة تعالى نشوف السبب الرابع من العيوب التي تؤدي الى المباني العيوب التي تظهر في المباني اجراء تعديلات غير مدروسة اجراء تعديلات غير مدروسة يعني يا باشماندس إجراء تعديلات غير مدروسة يعني يا باشماندس حضرتك ممكن يكون قاعد في مبنى المبنى ده مقيم وقايم وفيه وفيه ناس وفيه ناس عيشة فيه تمام حبيت ان انت تتعدل في المبنى ده وتوسع قدامي مثلا مساحة رحت حضرتك رحت عملتي مثلا بلكونة قلت مثلا اهد الحطل على الوجه دي وروح مركب بلكونة زي ما بنشوف في المباني اللي هي العشوائية دي بيروح مهادد الحطة ويروح مسبت كمر حديد تمام؟ الكمر الحديد ده وترفرفته مثلا متر البرة ويروح عامل بلكونة من الحديد قال لك مثلا وسعت علاقة في الصفق ده وتنقعد في البلكونة البلكونة دي يا باشماندس عشان حضرتك ما عملتاش على اساس سليم البلكونة دي هتقدك وتروح وقع في الشارع لي يا باشماند؟ لان انت ما شفتش طبيعة المبنى بتاعي ده الخرصانات بتاعتي هل هي متينة ولا متهلكة؟ حديد التسليح اللي موجود في قلب في قلب بلط السقف ده او في قلب العمدان او في القمر هل هو مصد ومتاكل؟ ولا هيقومي الاحمال الجديدة؟ تمام؟ حبيت ان انت تبني دور كمان؟ هل الدور ده هيتحمله الاساس من تحت؟ ولا ممكن يهبط؟ الاساس بتاعه يهبط؟ وتحصل تشقوقات كل الكلام ده حصل عملية ايه؟ تعديلات غير مدروسة قلت مثلا ان انا هرحل العمود من المكان ده للمكان ده اوه شيل العمود ده من المكان ده للمكان ده كل الكلام ده هيقصل المبنى وممكن يعرضه للتلف او يوصلنا للدمار الشامل ان المبنى ده يحصل لهبط يتهد كله تمام؟ زي ما بنشوف ابراغ موجودة تعال نشوف مع بعدي كده اجراء تعديلات السبب الرابع والاخير من العيوب اجراء تعديلات غير مدروسة اعمال التعديلات تستلزم القيام باعمال الجسات ودراسة الطربة وعمل رفع معماره وانشاء للمبنى وتحديد حالته والعيوب الموجودة به وحالة خرصناته من حيث مقاومتها ومحتوى الاملاح بها وحالة صلب التسليح اللي هو حالة حديد التسليح اعمال التعديلات دي يا شباب بتتطلب عمل دراسات اللي هي الجسات بتاعتي واعرف اعمل رفع للمبنى بتاعي رفع ده وقت يعني برفع المقاسات بتاعتي او بره بيجاب عملية رفع للمبنى عشان اعرف طبيعة التربة اللي موجودة تحتها هل التربة دي متينة هتتحمل الخرصنة اللي موجودة في الاساس تحت ده يا بش مهندس هل هي هتتحمل متأثرة باملاح متأثرة برتوبة في حديد التسليح اللي موجود هل حديد التسليح ده هيقاوم تمام ولا الصدى مأثر عليه ومتآكل يبقى لازم ان احط في التعديلات كل النقاط دي ولازم ان يتم عمل ايه دراستها بعد كده يا بش مهندسين وفي حالة عدم اجراء هذه الدراسات وفي حالة عدم اجراء هذه الدراسات واعمال الكشف والاختبارات فان التعليات والتعديلات هي مغمرة غير مضمونة غير مضمونة الايه؟ النتائج وقد تؤدي الى عيوب خطيرة بالمنشأ وقد تؤدي الى عيوب خطيرة بالمنشأ او الانهيار ان التعديلات الغير مدروسة وتغيير الاستخدام دون التأكد من تحمل التربة والمنشأ ومقاومته للاستخدام الجديد وتحت ظروف التشغيل المستحدثة يؤثر تأثيرا هداما على سلامة المنشأ ويقلل من عمر استخدامه ويجب المراجعة الكاملة قبل السماح بذلك تبقى التعديلات الغير مدروسة هتأثر على الايه؟ تأثر على المنشأ من حيث الاستخدام تمام؟ لازم ان نعمله دراسات عشان ايه؟ عشان يبقى هل هو هيتحمل يعني المنشأ مثلا ده انا هعمله مثلا ايه؟ يعني زي مركز صبي طيب مرة واحدة كندوقت من غير المقاه للمكان ده ان هو يبقى مركز صب مسلا هجيب اجهزة اشاع وهجيب اجهزة تحليل وهجيب اجهزة للعمليات وكل الكلام ده مرة واحدة كندوقت ولا لازم ان احمل دراسات قبليها هل المكان ده ينفع والمبنى ده والمنشأ ده هيتحمل الاعمال الجديدة اللي هتقع عليه ولا هيتأثر يا مهندس ويوصلني لعملية الدمار النهاردة كده هود لمينا الأجزاء بتاعتنا اللي هي كانت بتتكلم عن الأمراض الأمراض المسببة للعيوب اللي وصلتني للعيوب تمام واتكلمنا على الأمراض دي وقلنا في بداية الحلقة الأمراض دي بتنقسم لنوعين أمراض ايه يا شباب أمراض عامة وأمراض ايه وأمراض ايوه برافع عليه أمراض متخصصة ومسكنا الأمراض العامة دي واسمناها النوعين قلنا أمراض ذاتية جاية نتجة من المبنى ذات نفسه أو أمراض ايه أو أمراض خارجية جاية نتجة من خارج المبنى خارج عن إرادته جايله من بر حافظت على نفسك بس ايه بس هي جاية من خارج المبنى طيب وقلنا الأمراض الذاتية دي أسبابها ايه باشمانديس وقلنا واتكلمنا على الأمراض اللي هي الخارجية تمام؟ وأسبابها ايه؟ بعد جواد قلنا الأمراض المتخصصة وقلنا أسبابها واتكلمنا عليها بالصفادة تمام؟ زي مثلا ايه؟ تعال نفكر بعضينا كده عدم الأمراض العامة ونفكر بعد ونعمل مراجعة بالسرعة سريعة تمام؟ ليه العناصر اللي احنا اتكلمنا عليها؟ الأمراض الذاتية نتجل بايه؟ من جسم المبنى ذات نفسه تمام؟ زي ايه؟ ضعف الأساسات او الهيكل الانشاء او ايه؟ او الحواقات الحاملة تمام؟ تحمل المبنى لسقة الأكبر رقم ثلاثة عدم اتزان المبنى واخدناها بالصفادة رقم أربعة هبوط التربة تحت أساس المبنى وجبنا سليس عليها ده بالنسبة للأمراض الزاتية حدوث هبوط غير متكافئ في أجزاء المبنى حدوث تمدد غير مدروس جينا بعد كده يا شباب وقلنا النوع التاني الأمراض الخارجية وقلنا عليها بالصفادة اللي هي خارجة عن إرادة المبنى لأن نتيجة حروق أو زلازل أو براقين أو الفيضانات أو أعصير أو صوايق واتكلمنا على الأمراض الفنية المتخصصة واتكلمنا عليها بالصفادة تمام؟ وبكده نكون احنا وصلنا لنهاية الحلقة ونلتقي إن شاء الله في القادم بأمر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر